إلى البرصة المصرية حيث انتهت تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبايعات المتعاملين العرب والأجانب وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه وعلى صعيد مؤشر EGX 30 فقد تراجع المؤشر بنسبة 67% ليصل إلى مستوى 9287 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 62% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة وهبوط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 68% ليغلق عند مستوى 2686 نقطة